بسم الله الرحمن الرحيم لدينا جهاز دل أوبتو بليكس واحد موديله سبعين وعشرين والآخر موديله ثلاثين وستين جهازين نلاحظ لما نشغلهم بل من الفلاشنج مرة مرتين ثلاث مرات ثلاث مرات هذه الطريقة نلاحظ بعمل فلاشنج مرتين أول شي ثلاث مرات ثلاث مرات واحد ثلاث لما نرجع ل المانيول على الجهاز دعنا نرى مع بعضنا ما معناه هذا الكود وبحثنا عن دل أوبتو بليكس سبعين عشرين أرور كود ونفس الشيء دل ثلاثين وستين ما نلاحظ ثلاث 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 عبارة عن في الغالب من أجل صغيرة الميظة يعني من أجل ستحرك نتيجة لحركة الجهاز أو نتيجة ثلاث يجب او الميموري او سي بيو نفس العملية فبالغاية بعد المشكلة دائما بتواجهنها مع الرامات زي ما قلنا اما الرام بتكون فاصلة او تالفة بالتالي بحاجة لتبديل او تم تبديلها من طرف شخص اخر والرام غير متوافقة مع الماذر بورد وهذه وارد برضو الاحتمال اما نوعية الرام نوعية يعني او من شركة غير معروفة بالتالي ما بتتوافق مع الماذر بورد ما بتشتغل عليها والماذر بورد ما بتتقبلها نرجع للجهاز اول شي نحاول نفصل الكهرباء على الجهاز ونفتحه فتح الجهاز نلاحظ الغبار اللي في الجهاز الجهاز عمره تقريبا بحدود العشر سنين مفروض النظفه باستخدام انفاق الهواء نلاحظ كمية الاتريبة فوارد تكون الرام فاصلة فقط بنعملها اعادة تركيب او ما يسمى الري سيت والله طبعا الرام موجودة بتجربة نظف الجهاز بمنفاخ الهواء بالبلور وبعيد تركيب الرام ومشوف اذا ما ضبطت لازم نبدل الرام كل شخص الصحيحي لازم يكون عنده منفاخ للهواء مثل هذا للصيانة مهم حاول اغفز على المراوح اغفز على الجهاز ارجع الجهاز من يمتاز انا غيرت موقع الرام كمان وحطيت على السلطة الاول بعد ما نظفنا الجهاز برضو المشكلة ظلت نفس الشي بحاول ابدل الرام طبعا لما نبدل الرام نتحاول نتأكد ان الجهاز اكيد مفصول عنه الكهرباء ونحاول نثبت الرام بطريقة سليمة نضغط عليها بقوة شوي حتى تكبس بنركب الكهرباء ونجرب الجهاز مجددا ملاحظوا الجهاز الآن تحول لضوء الأبيض طبعا الجهاز يعمل مرة مرتين ثلاث وتكون بطارية السيموس مخلصة هذه المشكلة تكلمنا عنها والآن سيظهر لنا شيء على الشاشة مفروض اكيد 100% بإذن الله سيظهر لنا على الشاشة ولم يقول لي time of day not set معناته بطارية السيموس الصغيرة هذه مخلصة هذه حلنا مشكلة الجهاز الأول نحاول نشوف الجهاز الثاني طبعا الكفر الخلفي برغيين ننشيلهم باليد نفتح الجهاز بسهولة لا يوجد شيء الكفر الأمامي لكلبات نشيله لازم هذه الطريقة سهلة نفس الشيء أنا بشتر البيض واحدة بعدها بنرفع هذه القطعة نفس القلاب بنحصل الرام موجودة ممكن نعيد تثبيت على نفس السلوت أو ننقلها لسلوت الآخر لا يوجد مشكلة ممكن نمساح البنات تحتها هذه المعدنية أو الذهبية نعيد تركيبة مرة ثانية على نفس السلوت وبنفس الاتجاه ننتبه بإذن الله لا أشتغل الجهاز لا أشتغل الجهاز أظلت نفس المشكلة نحاول ننقل الرام على صوت الثاني أو نجرب رام ثاني نفس الفكرة خليت الرام على صوت الثاني طبعا بعدما نفس الباور دائما برضو نفس المشكلة لازم أبدل الرام ونشوف عندي أجهزة ثانية نفس الموديل بحاول أخذ الرام منهم من جهاز شغال ونشوف الصحيح بدلت الرام ما أشتغل الجهاز جربت بدلت المعالج لأنه زي ما شوفنا مكتوب في الدليل ممكن تكون الماذربورد ممكن تكون المعالج ممكن تكون الرام بدلت المعالج أشتغل الجهاز طبيعي الجهاز الحمد لله الآن شغال طبيعي المعالج بدلنا من جهاز آخر وهذا زي ما قلنا في البداية لم يكون اثنين ثلاث بدلت المعالج ماذربورد او رامات ديمس او سي بيو المعالج فهذا الجدول يعني مفيد جدا ممكن نستفيد منه أنا واجهتني قبل ذلك ثنين سبعة وكانت مشكلة برضو في الرام memory configuration in process appropriate memory models detected but failure has occurred إذا أحد عنده إضافة ما يبخل فيه علينا وعلى إخوان ونلقاكم في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة